مش لما أمخو عما أمروحا أين قال يوم قديشة ماراني شوعة مشيحة كارثو ثانت متان شوحة لمشيحة مارا أمين شلا فدنت إليه أم ابني زبدة ومعها ابناها وسجدت له تسأله حاجة فقال لها ماذا تريدين قالت مر أن يجلس ابناي هذان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكوتك فأجاب يسوع إنكما لا تعلمان ما تسألان أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سأشربها قال له نستطيع فقال لهما أما كأسي فسوف تشربانها وأما الجلوس عن يميني وعن شمالي فليس لي أن أمنحه بل هو للذين أعده لهم أبي وسمع العشرة ذلك الكلامة فاستاؤوا من الأخوين فدعاهم يسوع إليه وقال لهم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونها وأن أكابيرها يتصلطون عليها فلا يكن هذا فيكم بل من أراد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لكم عبدا هكذا ابن الإنسان لم يأتي ليغدم بل ليغدم ويفذي بنفسه جماعة الناس والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم والمجد للمسيح ربنا آمين نحن بالأحد الثالث من الصوم إنجيل اليوم يطرح في قضية كانت تشكل مشكلة كبيرة بالعهد القديم كل العهد القديم ممكن أن نختصروا بكلمة اسمع كانوا يعتبرون هذه الآية من سفر تثنية الاشتراء اسمع يا إسرائيل إله هنا واحد أحبيبه من كل قلبك وكل نفسك وكل ذينك وقريبك مثل نفسك اسمع لكن باللغة لغتنا قبل قبل شوية بالصلاة قلنا يا رب ساعدنا أن ننصط إلى كلامك ننصط السماع درجات أكو سماع أكو إزغاء أكو إنصاط إحنا نقول له للطفل اسمع كلام والظاهر هذول الاثنين الأخوة يعقوب ويوحنى ما عندهم ما عندهم إزغاء لأن صار لهم ثلاثة سنين مع يسوع ما افتهموا وزعلوا العشرة البقية أشطلبوا دز أمم حتى يعني واسطة حتى تطلب منه فتشيء أن يقعد هذا الابن عن يمين يسوع وهذا الابن عن يساره يعني بلك يصير يصير يسوع ملك يصيرون وزراء يسوع أول مرة ينبهم وبعدين يحاول أن لا يصير انقسام بين الرسل اثنين ضد عشرة كثير مرات نحن بالبيت ما نعرف شلون نصفي الغيرة بين الأخوة والخوات بين الكبير والوسط والصغير لأنه في داخلنا أكو حب السلطة في داخلنا أكو حب الهيمنة وهذا مرض قديم عميق فيسوع خلال ثلاثة سنين مع الرسل رح يحاول أنه يبين له رسالته ما هي سلطوية شلون رح يغير العقلية مالم شلون فيسلم هذا السؤال أتستطيعاني أن تشرباء الكأس نستطيع ادعائية مثل ادعائية بطرس بالعشاء الأخير لمن يقول مستحيل أنكرك حتى له هذول يكلم نكروك مستحيل أنكرك رح يكون أول واحد ينكره نحن ضعفاء نحن ضعفاء أمام التجربة ولهذا نقول له لا تدخلنا في التجربة الأطماع الطمع فساد الدين فعلا الطمع فساد الدين السياسة المال الشهوة بها هذا الضعف ولهذا رح تسقط من عيون بولس من رح يفتهم تسقط قشور رح يشوف دائما الكتاب المقدس يقول إذا سمعت زين عيونك تشوف تشوف الحقيقة مثل أيوب يقول له كنت أسمع عنك قبل والآن رعيتك ما يشوف المؤمن يشوف الألم يشوف الدني ما هي دائما سلطة يشوف الدني زائلة يشوف الإنسان حياته قصيرة نروح على المقبرة نشوف اسم ورقم بالبداية ورقم بالنهاية وبين الرقمين أكو شخطة معقولة حياتي كلها هاي الشخطة الصغيري كل أطماعي وكل زعلي وكل مشاكلي بهذا الخط الصغير سنة ولادتي وسنة موتي معقولة فيقلم يسوع للأخوين يعقوب ويوحنى الكاس ستشربوه وفعلا يعقوب سيقتلوا هيرودس أغريبة ويوحنى سيتعذب ويندفن شبه حي لكن يسوع يريد يشلع من قلوب الاثنى عشر التلاميذ حتى تلاميذ تلاميذ لا يشعرون بالغبن ما أكثر المسيحيين اللي يشعر حياتي تلف خاصة من تجي أزمة الأربعين يشعر الإنسان وكأنه كل شيء ما سوى من حياته هاي الأزمة كبيرة كثير ناس ما يحسون بيها بس أشعر من الكآبة أو السلبية اللي يعيشوها فيقوم يذب اللوم على زوجته أو الزوجة على زوجها على أولادهم على المجتمع على الدني كله هذه الكآبة الخفيفة اللي تسود حياة كثير من الناس بحيث ما تمسك إيدهم شغل ايه ما شغل الشغل هو الخدمة كان أكو سيدة تراجع الطبيب النفسي لأنك عندك آبة ثقيلة فالطبيب قال له ما كو بالمحل فدي امرأة عجوزة زورية تسعدية شوية وفعلا هذا كان الدواء من أشوف مشاكل غيري من أشوف الصعوبات اللي دايمرون بيها الناس حولي مشاكل يتهون عليه صليبي أقدر أشيله لمن يسوع يقول احمل صليبك واتبعني يعني اتبعني في طريق الخدمة حياتنا قصيرة هاي الشغطة الصغيرة لا نضيعها بالدمدمة أو السلبية أو التشكي ما بيها فايدة أو الطلبات المستحيلة أم أم ابني زبدة زوجة زبدة يعني تريد تعويض لأنه يسوع أخذ أولاده من الصيادة بوهم زبدة أخذهم أش حصلنا منك أش حصلت منك تقول الزوجة للزوجة أو الزوج للزوجة أش حصلنا من هدني كل شيء ما نحصل نحصل فقط هذا السماع هذا الإزغاء إنصاط إلى هذا الصوت العميق اللي يجي من أعماق الإنجيل ليس من حب أعظم ممن يبذل نفسه في سبيل أحبائه اليوم نشوف كثير أخبار كلها كلها على أوكرانيا لن نسمع أخبار أنا شيء أنتبه علينا هو قوة هذول الشباب والرجال في دولة ضعيفة صغيرة أمام دولة هائلة ليه هس هاي تساطعش يوم ما قدروا يأخذون المدن العاصمة خاصة ما نخليك هذه القوة هذه الرغبة ما نخليك تعبر كثير كثير من الشعوب انتصرت على الغزاة فقط لأن مخل لهم يعبرون قدروا قدروا يعني بعدد صغير قدروا أن يقومون نحن أمام أمام لا لا تدخلنا في التجربة لا تدخلنا في تجربة أن الأمور كلها تمشي مشي يلا ما يخالف لا علي ولا إلي اليوم عالمنا ويقف على حد الفاصل نقبل بالتعدي نقبل بأن دولة تستغل تغزو دولة أخرى راح ذاك الزمان التاريخي اللي يجي هولاكو ياخذ أسيا وجنس جزء من أوروبا راح ذاك الزمان اللي بينه عالمنا يقول القوة هي اللي تحكي ما القوة تحكي كلها الجهود اللي سووها حقوق الإنسان الشعوب الديمقراطية هذا إنجاز ما يصير نتراجع مثالنا هو يسوع يسوع مثالنا لأنه يعطي وانا شفت كثير ناس ما يقدرون يروحون على الجبهة لكن بالقرى يضبخون ويدزون للجنود دزون لهم أكل يجمعون تبرعات ولو كأس ماء يقول يسوع ولو كسرت خبز هذا التفكير قليل عند الناس لأنه البابل تجيك منه الريح سد وستريح لا ما نسد خلي يجي ريح خلي نتزعزع في راحتنا في في منجزاتنا لا نتصور أكو شي ثابت أكو كثير أشياء ما ثابتة إن كان حياتنا الفردية أو الجماعية القناعات الأشياء اللي كان عندنا يجي الإنجيل يغيره غلبت العالم بالخدمة علمنا هذا القياس الآخر هو القياس مو أنا مو قناعتي مو أفكاري عبرنا الأزمة مع الكورونا ما لازم ننسأبت كل الناس الجيش الأبيض اللي ضحوا قسماته بسبب اهتمام بالآخرين نصلي من أجل كل من يضحي كل من يبذل كل من يأطي كل من يفكر بالآخرين ونسمع نحن شيء يقوله يسوع من له أذنان سامعتان فليسمع يا رب افتح أذاني وافتح عيوني حتى أشوفك حتى لا أبقى أدور في حلقة الأنمالي والأنانية المفرغة الله يبارك بيكم ويبارك صومكم حتى دائما نتقدم ولا نراوح بمكاننا آمين آمين